تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السهر الرسمية وقد تمكنت وزارة الداخلية خلال الـ 24 ساعة من ضبط 457 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 659 طن مواد غبائية وغير غبائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة فقد تم ضبط قرابة 510 أطنان وفي مجال البيع بأزيد من السهر الرسمي لمواد البناء فقد تم ضبط 130 طن أسمنت أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السهر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية فقد تم ضبط قرابة 20 طن وفي مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 713 قضية من بينها 107 قضايا خبز ناقص الوزن و99 قضية خبز غير مطابق للمواصفات